بالرباط استقبل سيد الحبيب المالكي رئيس مجلس نواب السيد آغوس هيرمانتو نائب رئيس مجلس نواب الإندونيسي الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد برلماني وفي مستهل هذا اللقاء أكد رئيس مجلس نواب على المكان المتميز لإندونيسيا على الصعيد الإقليمي والدولي وعلى مستوى العالم الإسلامي كما أوضح أن البلدين يقتسمان الرؤية ذاتها فيما يخص تعزيز التعاون جنوب جنوب مشيرا إلى أن جلالة الملك محمد السادس فتح هذا الورش وجعل منه ورشا من أجل المستقبل وأبرز سيد المالك الحاجة لبلورة نموذج تنموي جديد في جميع بلدان العالم يأخذ بعين الاغتبار البعد البيئي عبر الاعتماد على الطاقات المتجددة وثمن بالمناسبة موقف إندونيسيا الداعم لجهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل واقعي ونهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من جهته أوضح السيد نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسية أن الهدف من زيارته هو والوفد المرافق لأهل المغرب هو تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقات المتجددة على الخصوص وقال المغرب بلد رائد عالميا في مجال استغلال الطاقات الشمسية وجئنا من أجل استفادة من هذه التجربة المتميزة كما شدد على أهمية استغلال كافة الفرص والإمكانيات من أجل تقوية التبادل الاقتصادي والسياحي بين المغرب وإندونيسيا ترجمة نانسي قنقر